عيالكم يشوفون الكارتون؟ أنا أرى رأي تربوي ما أشوف هذا غلط لكن الغلط أني أخليهم يشوفون كارتون وفسر يشوفون الكارتون مغلط الغلط أتركهم يشوفون كارتون أنا ما عندي مانع يشوفون كارتون بس بضوابط وشروط واحد تحديد وقت اثنين أجلس معاهم لو عشر دقائق وأكون معلق الغلط إذا في خطأ في العقيدة أبين في خطأ في الأخلاق أبين في خطأ في السلوك أبين في خطأ في الملابس أبين في خطأ في العلاقات أبين في خطأ في الشذوذ الجنسي أبين في خطأ في الإلحاد أبين في خطأ أي شيء خطأ أتكلم أسولف أبين عشان أحمي عقيدة أولادي هذا الشرط الثاني الشرط الثالث لازم أدخل رياضات على الأطفال أدخل برامج أخرى أنمي مواهبهم أنمي هواياتهم أي ثلاثة أربعة لازم أقوي عندهم أمرين اللغة العربية لازم أصير قوية والقرآن أركز على حفظة ومعرفة السيرة النبوية إذا أنا قدرت أجمع هالخمس قواعد التربوية سنسميها ما عندي مانع ولدي يشوف الكارتون نص ساعة ساعة ما عندي مانع وبالتالي نكون إحنا بهالحالة حافظنا على الجيل وحافظنا على أولادنا وخلصنا جدي لقاءنا معاكم في عدنان ولينا وسبونج بو